تعود اليوم قاعدة العند الجوية في لحج إلى واجهة الأحدى حيث شهدت هجوماً بطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي استهدفت عرضاً عسكرياً للجيش الوطني أقيم احتفاءاً بتدشين العام التدريبي الجديد وأكد مصدر حكومي مقتل أربعة من الجنود بينهم ضابط فيما أصيبت عدد من القيادات العسكرية الرفيعة على رأسهم رئيس هيئة الأركان اللواء الروكن عبدالله النخي الذي قدم مساء أمس إلى عدن للمشاركة في تدشين العام التدريبي كما أصيب نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني ورئيس الاستخبارات العسكرية وقائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن ووفقاً لبراسل قناة بلقيس في لحج فقد أصيب أيضاً محافظ لحج ووكيل المحافظة خلال الهجوم من جانبها تبنت ميليشيا الحوثي استهداف قاعدة العند أثناء تنفيذ العرض العسكري للقوات الحكومية ويأتي الهجوم في ظل محاولات تبذلها الأمم المتحدة للسير في عملية السلام والتي تراوح مكانها في وجهة أخرى من المعركة التي تزداد تعقيداً مع هذه الأحداث